جلسات تمديد العقود في الاهل المستمر الاهل بيقترب من تمديد عقد صلاح محسن ثلاث مواسم امير توفيق اتكلم مع صلاح واتكلم مع موسيماني قبل طبعا ما يقعد مع صلاح محسن وموسيماني بيحب صلاح محسن وشايف ان هو لعيب قابل للتطور جدا وعايز يتطور جدا عن مستوى الفني وحتى عن مستوى الزهني وبالتالي امير اتكلم مع صلاح محسن ان احنا عايزين نمدد العقد ثلاث سنوات وطبعا اللعيب وافق من ناحيته وحيعلن ده رسميا في خلال الايام القادمة زي ما شفنا قبل كده السولية وديانج وناس كتيرة جدا مدد عقدهم فصلاح محسن على الفترة اللي جاية هيكون هو واحد من اللعيبة اللي الاهلي هيمدد عقدهم مش بس صلاح محسن لكن الاهل بيبحث تعديل عقد افشة مديا لاجنة الكورة ولاجنة التخطيط في النادي الاهلي بقية كابتن محسن صالح فتحوا ملف تعديل العقود واول اسم اتطرح في القصة دي هو محمد مجدي افشة الراجل من ساعة ما وصل من بيرميتس وهو مقدم مستويات جيدة جدا ما عملش ولا مشكلة ملتزم جدا تصراحاته متزنة مع عمره ما تخطى الحدود في اي حاجة اللي حتى في الحاجات البسيطة اللي هي الظهور الاعلامي وما الى ذلك وبالتالي هم شايفين ان هو يستحق تعديل فعاله افشة بياخد 4 مليون جنيه في السنة فقرر ان هم يخلوها 6 مليون جنيه في السنة يعني بزيادة 2 مليون جنيه رقم منطقي جدا لصانع الالعاب الاساسي في النادي الاهلي والارقام الحقيقة ما بقتش منطقية في الكرة المصرية بتسمع عن لعيبة بتاخد 30 و40 ولعيبة بتاخد 2 ولعيبة بتاخد 12 ولعيبة لكن الاهلي الحقيقة في الفترة الاخيرة الامور متزنة بعض الشيء اعلى واحد واقل واحد الفرق ما بينهم مش مرعب اعلى واحد واقل واحد الفرق ما بينهم يعني مش فرق تقول ايه ده ازاي يعني لكن في عقود بتبقى قصة صعبة جدا وعشان كده اتكلمنا في القصة وقتلت بحسن الحقيقة قصة فرجاني ساسي وطبعا بيرمدز هو من احد اسباب التعديل المبالغ فيه في عقود اللعيبة لانه بيرمدز بيدي ارقام كبيرة فبيعرض على اللعيبة اللي في الاندية التانية ارقام كبيرة فانت الطبيعي ان هي مسألة عرض وطلب لو انا بلعب في الزمالك او في الاهلي وباخد تلاتة مليون جنيه وجالي في بيرمدز عشرين مليون جنيه طبيعي لو انا يعني ابن النادي ايه اللي ايه اللي ايه اللي هقول يا جماعة انا جايلي سبعتاشر مليون جنيه زياد مش هندخل في مزاد معاهم ماشي بس على اقل قربوني يعني بدل ما بقى اخد تلاتة اخد اتناشر فالاتناشر هنا هيجي واحد تاني كان بياخد ستة فالاتناشر والخمستاشر والتمنتاشر والعشرين هتلاقي ده بيقولش معنى وده بيقولش معنى وده بيقولش معنى وهكذا انا مش مع تعديل العقود في اي حاجة العقد شريعة المتعقدين انا وانت تعقدنا على مدة تلات سنوات بمقابل مادي كذا في اه بعض المكافئات او بعض الامتيازات الخاصة بقى بفوزك باهدافك ببتاقي دي تبقى موجودة في العقد لكن اسمع بقى عن لعيبة وبدون ذكر اسامي يعني علعب جاي النادي كبير من الدرجة التانية كان بياخد مئة الف جن في السنة بعد شوية قال ليهم يا جماعة انا انا找 negative انا أعين ازود هو اول ما تنقل كان بياخد مئة الف جن في الدرجة التانية على فكرة الحكاية دي حقيقية sa bee关 راح الفرقة التانية كان بياخد تلتمية في الاول اول حاجة كده سلموا عليكم يعني ايه بسرعة كده تلتمية وبعدين بقت مليون وبعدين من اللط يقولهم انا اعني اعني strings مليون حبيبي انت كنت بتاخد مئة الف جنيه ولسه عقدك الاولاني معاك مخلصش فانت ليه بنعدل وليه بنزود وليه بندخل الحاجات في بعضهم العقد شريعة المتعاقدين انا وانت اتفقنا على مدة تعاقد تلات سنين بمقابل مادي مية مية وخمسين متين عليك انك تلتزم بيها ما تجيش في نص السنة تقول لي اصلا لعبت السنة حلوة ايه لعبت ما انت لازم تلعب سنة حلوة وما انا جايبك تعمل ايه انت لازم تلعب سنة حلوة وسنتين حلوين وثلاثة حلوين عشان نتكلم هديكم مثل بقى وهقول اسمه المرة دي طرق حامد نجم الزمالك ومنتقى بمصر لما تنقل من سموحها للزمالك القصة دي حقيقية على فكرة لما تنقل من سموحها للزمالك كان فيه فلوس كده هو استغنى عنها حوالي مليون ونص من فلوسه الشخصية علشان يتنقل من سموحها للزمالك فلما راح الزمالك بعد اول سنة اعتقد انه كان عقده الاولين تلات سنين وبعد اول سنة في بعض اللعيبة كده عدلت عقدها فاتسأل وانت بقى مش عايز تعدل عقدك انت خمان فقال لهم لا انا كلمتي واحدة انا عقدي معاكو ثلاث سنين بعد الثلاث سنين نتكلم يا يا والله انت مش عايز تعدل عقد الدوات يقول لهم لا انت اللي هتجيلي بعد ثلاث سنين بيكلم المسؤول اللي بيقوله كده انت اللي هتجيلي بعد ثلاث سنين تقول لي انا عايز شوف انت عايز كام انا عايزك معايا هنا بقى بص العقلية هو عايز يوريله ان انا بعد الثلاث سنين دول انت اللي هتيجي بسبب ارقامي واكتهادي في الملعب انت اللي هتتحيل علي علشان اكمل معاك انت اللي هتصر انك تعدل لي عقدي عشان ممشيش وبالتالي عقلية طرق حامد هي العقلية السليمة انا راجل في الملعب ارقامي بتتكلم عني فالطبيعي ان بارقامي دي في العقد الجديد اخد مقابلها بدل بقى ما باخد مليون اخد بقى اللي انا عايزه هنا بقى قص التعديل العقل دي عايزة تتضبط شوية عشان كلمة تشمعنا وعشان قط اللبس فيها مشاكل بتحصل كتير جدا من تعديلات وحاجات وتحت الترابيزة وفوق الترابيزة فاتمنى انه الاندية تبقى عندها الدراية الكاملة بالجزئية دي